شعبنا السورية الصامد أبناء السورية الحبيبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله تعالى أن يكون هذا العام عام خير وفرج على سوريا وشعبه وأن يكون عام جلاء وزوال للإرهاب والاستبداد وتغيير نحو سوريا التي يحلم بها الجميع ويعيش فيها الجميع بحرية وكرام وأمن وسلام وأن يعمل خير والسلام العالم أجمع نؤكد في الاتلاف الوطني السوري التزامنا بثوابت شعبنا وثورته ونعبر عن اعتزازنا وفخرنا بهذا الشعب العظيم الذي ملأ ساحات الحرية من الشمال السوري المحرر إلى جاسم والصنمين والسويداء جنوبا مؤكدا على روح الثورة والتمسك بثوابتها ومطالبه إن الاتلاف الوطني ملتزم بنهج الشعب السوري ومطالبه في نيل حريته واستعادة وطنه ولن نكون أقل وطنيا ممن هتف بالأمس إن النظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب آلاف جرائم الحرب والمجازر بحق الشعب السوري الأعزل وهو نظام فاقد للشرعية اعتمد التدمير والقتل والتهجير نهجا يؤكد الاتلاف الوطني السوري أن سبيل الخلاص وإنقاذ الشعب هو بخلاصه من هذا النظام لتركيا موقف كبير مع الشعب السوري منذ انطلاق الثورته احتضنت تركيا ملايين المهجرين وساندة السوريين ومؤسساته في كل وقت ولها أمنها وأمن شعبها الذي من واجبها أن تحفظه وقد أكدوا لنا في كل لقاء معهم وكرروا بالأمس دعمهم لقضية الشعب السوري وعدم التخلي عن مطالبه والتزامهم بدعم الاتلاف ومؤسساته ودعم المسار السياسي حسب القرار 2254 والعمل في إطاره لا تغير في المواقف ولم يتحدث أحد عن تطبيع أو مصالحة للدول الشقيقة والصديقة مواقفها مع الشعب السوري ومع قضية العادلة وإذ نعبر عن امتناننا لهم فإننا نتفهم ما لديهم من هواجس ونتفهم أن محنة أحد عشر عاما محنة طويلة ويجب أن تنتهي لكن نؤكد إن كانت في نظرهم أحد عشر عاما فإنها على السوريين من قسوتها كانت كل عام بعشرة أعوام للدول حقها وقرارها ولنا ثوابتنا الوطنية التي كانت وما زالت أولوياتنا ووصلت عملنا وعمل كل سوري حر ولن يتغير ذلك ولن نحرف مسار الثورة مسار الكرامة ولن ننحرف عنه مهما تغيرت الظروف ومهما كانت المواقف ومهما كانت التبعات التزمنا بالحل السياسي كخيار استراتيجي وفاوضنا تحت مضلة دولية شرعية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة ومنها بيان جنيف عام 2012 والقرار 21-18 و22-54 وسندنا حلفاؤنا في ذلك وما زالوا ورغم مرور عقد من هذا الالتزام بالعملية السياسية لم نصل مع هذا النظام إلا إلى المماطلة والتعنت وعدم الجدية وهذا ما سيكون نتيجة مفاوضات الدول معه لن يكون هذا النظام المخادع مصدر أمن وسلام للمنطقة ولن يعطي نظام فاقد الشرعية قتل ودمر وشرد وصدر الإرهاب والمخدرات أي شيء وهذا ما أكدناه ونؤكده دائما من يقتل شعبه لن يحرص على سلامة غيرهم الحرية للشعب السوري الصامد ولمعتقليه والرحمة لشهداء سوريا والشفاء العاجل لجرحاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته